المتابعين الكرام أهلا بكم من جديد لجأت الأسبوع الماضي حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى المفاوضية الأوروبية للحيلولة دون قيام مستثمرين صينيين بعمليات استحواذ ضخمة حيث اشترت مجموعات صينية كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة حصصا في مصارف وفنادق وأستوديوهات وأدور السينما وأندية رياضية كبيرة بمئات المليارات لكن الصين تنظر بعين القلق إلى هذه الاستحواذات التي تتسبب في مديونية هائلة تهدد النظام المالي الصيني من ناحية السيارات فإن الشركات الصينية تعمل بكل سرعة وجهد للوصول إلى الرقم واحد في العالم في صناعة وبيع السيارات بعد استحواذ بعض الشركات في الصين على كبرى شركات السيارات في العالم حيث يتوقع أن تنفق الشركات الصينية واحد تريليون ونصف تريليون دولار على عمليات الاستحواذ الأجنبية على مدى العقد المقبل في الأسبوع الجاري أبدت إحدى صانعات السيارات الصينية اهتماما بالاستحواذ على مجموعة فيات كرايزلر والتي تمتلك دوج وكرايزلر ورام وفراري وفيت وأجيب ومازيرات وألف روميو والتي تعد سابع أكبر صانع للسيارات في العالم كما استحوذت شركة جيلي الصينية على شركة فولفو حيث تعتبر سيارات فولفو الأكثر أمانا في العالم وكذلك استحوذت على كامل مجموعة مانغانيز برونز المصنعة لسيارات تاكسي لندن كما تحاول شركة بكين أوتوموتيف جروب الصينية لصناعة السيارات الاستحواذ على شركة صناعة السيارات الكاروبائية الأمريكية تيسلا موترز وكذلك استحوذت مجموعة زيهي جيانج جيلي الصينية القابضة للسيارات على أسهم شركة بروتون الماليزية وعلى أسهم شركة لوتس البريطانية كما نجحت شركة وان زيانج الصينية في الفوز بصفقة شراء شركة فيسكر الأمريكية المتعاثرة لصناعة السيارات الكاروبائية وذلك بعد منافسة حامية من جانب شركة هونغ كونغ القابضة اليوم تسعى أغلب الوكالات في السعودية والخليج أخذ حصة من السيارات الصينية في المنطقة لمعرفتهم بأن تطور الشركات في الصين أصبح مخيفا وربما ينافس خلال السنوات القادمة كبرى شركات صناعة السيارات في العالم بعد التطوير الذي حصل لسياراتهم في الجودة والتقنيات الصينيون أنفسهم وجهوا اهتمامهم في السوق الخليجي ويحاولون الآن اختبار سياراتهم في أجواء المنطقة من أجل تطوير سياراتهم القادمة عليها وبناء أساس ومعايير لها ولكن رغم الاتجاه الإبداعي الصاعد في عالم صناعة السيارات الصينية إلا أن بعض شركات الصين لا تزال تصر على تقليد الموديلات الغربية وقد شاهدنا سويا إطلاق جاكور لاندروفر دعوة قضائية ضد شركة سيارات صينية لصنعهم سيارة لاندويند X7 المشابهة تماما لرينجروفر إيفوك لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا على شبكة الانترنت المربضة نت ولا تنسوا الاشتراك في القناة إلى اللقاء